هنروح للكرة الطائرة رجال حقيقة أنا كنت في النادي مبارح وكننا طبعا يعني كان مبارح الإعلان أكيد عن الأجهزة الفنية وطبعا اتحصل كلام كتير يمكن احنا كنا عارفين من الكواليس ولكن حضراتكم عارفين احنا في قناة النادي الأهلي وأكيد برنامج الأبطال جزء من قناة النادي الأهلي ما بنعلنش عن أي صفقات أو أي تعقدات إلا بعد ما يتم الإعلان عنها رسميا من النادي الأهلي وهو ده بروتوكول الإعلام جوى النادي الأهلي الكل ينتظر حتى يخرج البيان والكل بعد كده يأخذ من البيان وينشر هو ده بروتوكول الإعلام في النادي الأهلي تم الإعلان عن الأسباني فرناندو مديرا فنيا لرجال الكرة الطائرة نجحت إدارة النشاط الرياضي بقيادة كابتل خالد العوضي في التعاقد مع الأسباني فرناندو منذ تدريب فريق رجال كرة طائرة خلفا لكابتل محمد مسان حميدو الحقيقة اللي أدل عليه وزيادة وصبق المدرب الأسباني تدريب منتخب بلاده قبل كده وده في الفترة من 2011 لحد 2020 منتخب أسبانيا نفسه دي صورة طبعا المدير الفني الأسباني فرناندو منذو وعلنت الصفحة الرسمية النادي الآن عن التعاقد مع المدرب الأسباني واللي الحقيقة عنده 52 سنة يعني راجل يعني بيجمع بين لسه يعتبر في يعني شباب يعني يعني مش سن كبير أوي ومش سن صغير عنده خبرات مسك منتخب أسبانيا وجهة تشكيل طبعا الجهاز فرناندو منذو المدير الفني مدرب عام محمد السيد عبد الفتاح مدرب محمد الحسين عيسى دم جديد تم ضخه في الجهاز الفني طبعا وتيفة عبداللطيف عثمان يعني هيبقى مدير الجهاز قبلت أنا عبداللطيف عثمان مبارح وكنت بتناقش معاه الحقيقة في مدخل النادي هو قال لي الحقيقة على أكيد الجهاز الفني قبل إعلانه بشوية طبعا هو أكيد كان عارف ولكن قلت له إحنا كان معنا عبداللطيف عثمان في أحد للسودات التحليلية ولما تكلم الحقيقة أنا على الهوى قلت له أنت ما كانت جوى النادي لأهل الحقيقة أنت عندك خبرات وعندك فكر يعني فكر جيد ودماء جيدة وحماس غير يعني مسبوك لازم تكون جوى الجهاز ده كان رأيي كلنا بنتكلم يعني فقبل المبارح الدلطيف عثمان قال لي يا كابتن هايسة من بقتك تحقق قلت له أنا الحقيقة يعني بحكم وجودي هنا في بالنمج الأبطال وبشرف أن أنا بستضيف الكثير من الأبطال بيبع عندي رؤية والحقيقة يعني كنت سعيد جدا وأتصور أنه يكون يعني الموضوع فيه إن شاء الله دم جديد وفيه فكر جديد خلينا أقول حاجة كمان تعليق على الخبر ده التلاتة مدير فنينيين دلوقتي الألعاب الجماعية أسبانية يبدو أن أسبانيا يعني مدرستها يعني تكتسح الحقيقة وتسبق عن جدارة بدأت الأول بمستر أجوستي بوش يعني النهاردة يعني ببطولته الثامنة أو التسعة من النادي الأهلي معلش أنا الزاكرة أعذروني من كتر البطولات في النادي الأهلي فممكن تسعة شواء بيصلحوا لي متشكل يا جماعة أنا آسف يعني أنا أعطي أقولي أنه يعني من كتر البطولات أنت أنا الحقيقة يعني الله أكبر ما شاء الله خالفا طبعا مستر ديفيد ديفيز المدير الفني بعديه جيل أسباني وحق ناجح حق كبيرة يبدو أن ده فتح نفسه فتح نفسه طبعا مكتخاذ العودية المدير نشاط الرياضي الكف الدقوب الحقيقة اللي بيبزل مجود كبير جدا وإحنا بنشيد به من هنا استطاع أنه هو كمان أوجه أنظاره ناحية المدارسة الأسبانية أيضا في الكرة الطائرة بصوا أنا عايز أقول لكم إحنا دول البحر الأبد المتوسط يعني إيطاليا أسبانيا فرنسا مصر يعني دول الأوروبية المطلة عن يونان المطلة على حوض البحر الأبد المتوسط هتلاقينا قريبين جدا من الطبع فالأسبان لما بيجوا مصر ما بيحسوش بغربة يمكن من أكتر الحاجات المشاركة أنا مش عايز أخد وقت طويل يعني بس عشي أكمل جهاز الكرة الطائرة من أكتر الحاجات المشتركة بيننا وبين الدول البحر الأبد المتوسط من خلال السفر الكتير اللي سافرته مع المنتخبات ومن خلال شغله يعني حتى الصوت العالي يعني تروح أسبانيا تروح إيطاليا تلاقي كلامهم انت أموك بتبعش فهم وبسطهم التون عالي شوي فيمكن ده نتيجة الاطباع أو الجينات المتقربة في البحر الأبد المتوسط ننتظر المزيد طبعا من المدير الفاني الجديد أسبانيا الحقيقة يعني يمكن خلاص يعني الموضوع بقى يعني توي بيننا وبين أسبانيا بشكل كبير طيب هنقول بقيت أسامي الجهاز طبعا زي ما قلت حدقكم عبدالطيف أسامان مدير الجهاز إداري أحمد عبدالفضيل محلل تقني أسامة أبو زينة محلل تقني تاني يوسف تامر مدرب الياقة بدانية كابتن شريف صلاح طبيب إيهاب فخر الدين ده طبعا كان الموجود قبل كده مع الفريق أخصاء عليك طبيعي آسر كمال أخصاء تأهيل أصابات ملعب أسامة إبراهيم مدلك عبدالله لبيب ده الجهاز الفني الجديد اللي تم الإعلان عنه لأكرة الطائرة رجال الحقيقة اللي نتمنى لهم كل التوفيق زي ما شفته النادي الأهلي دايما بيدور على الأحسن مش بس عندنا مشكلة فرع من الفروع وعلى فكرة نعايز أقول ده وارد النادي الأهلي مش حتى في كرة القدم ممكن تمر عليه فترات فيها كبوة ولكن سرعان ما النادي الأهلي بيدعم هذا الفرع أكبر دليل عندنا هو كرة السلة النهاردة الحمد لله الكل بيهاب النادي الأهلي أفريقيا وعربيا ومحليا في كرة السلة فريق يعني هو الأقوى في التاريخ أنا لعبت في النادي الأهلي ومعنديش أي غضادة أن أنا أقول أن ده الأقوى على مدار التاريخ هذا الجيل يعني طبعا النادي الأهلي النهاردة حسب المشكلة الموجودة في كرة اليد كابتل محمود الخطيب دخل في الملف بشكل كبير بدأ يعني يعني تولى تعرفين طبعا كابتل محمود الخطيب يمكن الملف في كرة القدم يكفي لوحده لشغل الـ 24 ساعة مع كابتل محمود الخطيب ولكن ده كل ده ما بيشغلوش عن الألعاب الأخرى طبعا معالي الوزير العامل فاروق من أحد المهتمين الكبار بصفة مستمرة بالألعاب الأخرى أو الاهتمام بكرة طائرة رجال بدأ يبحثوا بدأ يشوفوا معلومة مهمة عن فريق كرة طائرة رجال إيه وأتقوله ولا تردده ولا تسمعوا الكلام اللي بيقول إن يا الأعمار كبيرة ده مش صحيح متوسط أعمار النادي الأهلي متوسط أعمار النادي الأهلي أقل من متوسط أعمار النادي المنافس انت يمكن عندك اتنين لعبين كبار ولكن دول أساطير ويستطيعوا إن هم يقدوا ويعدين في الملعب بمجهوده ولكن باقي اللاعبين انت النهاردة متوسط الأعمار هو الأقل وأقل من النادي المنافس فالكلام اللي بيتقال ده يعني باطل أريد بها حق يعني ما عرفش أقولها إزاي بقى بس هو مش ده الصح ولكن الفريق متوسط عمره ونقشت الكلام ده مع كبت العبداللطيف واصماني مبارح هي في لقائي معه أو مقابلتي اللي كانت سريع قدام باب النادي الأحلى